الفنانة إليسا يلي عندما شاكل مع الملحنين بس في قصة صايرة مع إليسا بك تخبرني إياها ما عندي قصة أنا مع إليسا بالعكس بلا في قصة منها قصة بسيطة منها شي يعني وقديم قلي إياها شوفي إليسا آخر تعامل كان هلأ من كم شهر بأغنية التمن مسلسل التمن يعني ما في انقطاع بس اليوم شوفي الأحداث اللي عم تصير مع إليسا مع أكتر من الملحن يمكن في شوي منهم معهم الحق وفي شوي ما معهم الحق بس أنا بإلا أنه ياريت كنتي عم تشتغلي على هيدا الموضوع أكتر لأنه هي بعتقد إنسانة قلبها طيب وما بتعني الإشياء اللي عم تصير معها بس اليوم في أخطاء بس ما بتذكر اسمك ما بتقدر لحناك برجع بإليك ما بحرف يعني أنت كبين صارت مثل ما صار مع أحمد ماضي صار معك بي غني ما ذكرت اسمك أحلق شوفي برجع بإليك صدقيني 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 أنا بالنسبة لأي فنان إذا ذكر اسمي أو ما ذكر هيدا الشي رح يفرق عندي مثل الهوى اللي ما يرق ديني بس بتتأثر شوي ما بتأثر إذا عامل لحن حلو بس وقت لأنه فيه وتأصد الفنان أنه ما يذكر مظبوط الأغنية من كلماته ألحاني أخذت أحسن تويتر بهديك السنة كمسلسط مصبوط استرمت الجائزة لا ذكرتني لا ذكرت الشاعر ولا الملحنة اللي هنا اتنينهم أنا ولا الموزع ولا شركة الإنتاج اللي هي أنتجت المسلسط لماذا برقيك؟ ما بعرف ما بعرف بس أنه هل هيدا الشي صح أكيد غلط هل هيدا الشي بأثر فيني بأثر فيني بمكان معنى وأنه سيئاتي بصير أنا ما عندي هيدا ما أنك حبيب أكتشتغل معه ما عندي دافع أني أشتغل معه لأنه اليوم الشخص اللي بيقدرك وبيعطيكي أمتيك المعنى يعني أنت اليوم ما بتعني لك أنك تشتغل مع أليسا لأنه ما عندك هالحافظ هيدا الشي صار وقته دل عندي كم سنة بس رجعت خطيته اشتغلنا بأغنية التمن بس برجع بقلك تعطي الهم إذا طلبت منك غنيت لحلة إياها بعطي الهم؟ لا لا أبدا أبدا بس برجع بقلك إليسا أو غير إليسا لا هي طالة عليها لأنه يمكن هي ما عم تصحح هذا الموضوع اللي صار مع أحمد غلط واللي صار مع غيره غلط مع زياد غلط كبير أعرفتي فإليسا ياريتها لأنه بالنهاية هي بتغني لون رومانسي واللون الرومانسي بيفرض على صاحبه كمان يكون شوية حساس بعكس واقل اللي أنت بتكن له واقل كفوري محبة كبيرة تحكي عنه بحب لوائل بحبه لأني بحبه مش إنه لأنه اشتغلنا مؤخرا أغنية مسلسل من إله مش البزنس أو الشغل أو التعامل بحب واقل لأنه واقل فنان كتير كبير ونجم لبناني بيررفع فيه الرأس كوى شخصية شو بدي أقلك أنا كنت ما بحرف وين بقى أي دولة كانت بيرنته ليفوني فيديو كل بيطلع واقل قدامي حكي حكي كأنه بيعرفني متل ثلاثين سنة وعطاني حب هو وقدي وجاد وكل جروب اللي معه يعني عطوني دافع أنه إذا بيقلي لحلي الجريدة بكرة بالحلو إياه على قد ما أنا بحبه وبيحترمه غير عن الشغل واقل وين ما بيكون بيسعد العالم وبيعطي فرحة تناني كبير أكيد تَمَعًا